ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثاني لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسؤول جهات المعنية وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على ضمان توفر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تدعية الأزمة الحالية هذا وقد أكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية ووجود أرصد منها لافتا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق كما طلب مدبولي أيضا الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازم لتأمينها